أكيد كلنا مفكرين أنه فكرة العملاق هي فكرة خيالية بحت وما إلى علاقة بالواقع بس الحقيقة أنه أهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عم يوصف فيه سيدنا آدم عليه السلام وقال أنه كان طوله ما يقارب الستين دراع يعني ما يعادل ثلاثين متر تقريبا واللي هو بالنسبة لألنا طول عملاق حقيقة وكيف هلأ صار طولنا ما بزيد عن مترين؟ السؤال حلو السبب أنه طول الإنسان ضل في تناقص من زمن سيدنا آدم مرورا بسيدنا عيسى عليه السلام وانتهاءا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي هو تقريبا بطولنا هلأ السبب غير واضح بس أنا برجح فكرة الاستفاء الجيني الاستفاء الجيني ببساطة هو أنه كل حدا فينا عنده صفات معينة جسدية أو نفسية ظاهرة أو متخفية كل صفة بحد ذاتها عنده احتمالين للظهور بشكل مختلف واحد من هالاحتمالين هو اللي بنكون عم نشوفه نحن علما أنه الاحتمال الثاني بيكون موجود بس هو متخفي لأنه أقل قوة من الاحتمال الأول فكرة الاستفاء هو أنه يصير أحداث معينة تتسبب بكلة عدد البشر وبالتالي كلة الاحتمالات المتاحة لصفة معينة فمثلا كان نسبة ظهور احتمال معين تساوي واحد بالألف صارت نسبة ظهور هيدا الاحتمال تساوي خمسمية بالألف بسبب أنه ما ضل فيه كتير عدد من الاحتمالات يمكن ما ضل إلا هو واحتمال تاني بس تمام هلأ فهمت كل قصص الخيال كانت تحكي لنا عن عمالقة أشرار ومنن عمالقة أخيار مثل قصة فيلم أكيد كلنا مفكرين أنه فكرة العمالقة هي فكرة خيالية وما إلا علاقة بالواقع بس الحقيقة أنه في الطب ما في شيء اسمه خيال لازم ندرس ونعرف كل شيء حتى الوريد الصغير اللي ما حدا شايفه نحنا عندنا له اسم عن جد هلأ يوجد ده اسمه العمالقة أو الجايغانتزم شو هي العمالقة؟ هو زيادة في إفراز هرمون النمو عند الطفل مما يؤدي إلى زيادة في الطول ممكن توصل لأربع أنطار إضافة إلى تضخم في أعضاء الجسم جميعها يصيب الذكور أكثر من الإناث وهو مرض يمكن علاجه إذا ما اكتشفناه مباك طيب شو الفرق بين الجايغانتزم أو داء العمالقة والأكروميجالي أو مرض تضخم الأطراف؟ الفرق هو ببساطة أنه إذا حدا ارتفع عنده هرمون النمو قبل سن البلوغ فبيوصل لداء العمالقة أما إذا ارتفع عنده هرمون النمو بعد سن البلوغ بيؤدي فيه إلى مرض اسمه تضخم الأطراف أو الأكروميجالي والسبب أنه هرمون النمو بعد البلوغ ما بيعود يأثر على الطول لماذا هرمون النمو ما بيأثر على الطول بعد البلوغ؟ سؤال جميل لأنه في منطقة بالعظام الطويلة الشكل بتكون أكتف ونشطة قبل سن البلوغ وبتتأثر به هرمون النمو فبتأدي إلى زيادة طول العظام وبالتالي زيادة طول الشخص بينما بعد البلوغ هيد المنطقة تختفي وبتتصلب وبتبطل تستجيب لهرمون النمو أو لغروف هرمون شو سبب المرض؟ غالبا ما بيكون سبب المرض هو ورم للغدة النخامية أو الموجودة على قاعدة الدماغ هذا الورم بيبلش يفرز لغروف هرمون أو هرمون النمو بطريقة غير منظمة وزائد عن الحاجة مما يؤدي إلى ظهور أعراض العنقة كما أنه اكتشف العلماء مؤخرا وجود الجين اسمه AIP تؤثر على ظهور أو عدم ظهور الورم في الغدة النخامية بس أكيد لدينا أسباب أخرى كثيرة ممكن تؤدي إلى ظهور داء العنقة كيف تشك أنه طفلك عنده هالمرض؟ هذا المرض بيظهر أو بيتمثل ببروز الجبهة والضقن زيادة عن اللزوم إضافة إلى وجود فراغات بين الأسنان تضخم اليدين والقدمين التعرق الزائد مشاكل في الرؤية زيادة في حجم أعضاء الجسم ومنها القلب واللسل شو هي المشكلات الممكن يسببها هذا المرض إذا ما تعالج؟ واحد الإصابة بداء السكة اثنين تقلص القدرة على المشي والحركة ثلاثة التهاب المفاصل أربعة مشاكل عصبية بالأطراف خمسة مشاكل قلبية ما هو العلاج؟ أفضل علاج هو الخضوع للجراحة واستقصال الورم وهك بيكون خلص الفيديو تابعنا لليوم يتمنى يكون عجبكم واستفدتم من المعلومات وإذا حبيت الفيديو مثل عادة ما تنسوا تدعموني بلايك وكومنت وستسكسرائي شوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله سلام أدي أديقة ما تمشوا نسيت خبركم أنه تدعموا جمعية سعيد اللي هي جمعية غير ربحية تعنى بمرضى السرطان وتوفر فحص الفيت مجانا بتلاقوا لينك الصفحة تعيتهم على الإنستغرام وعالفيسبوك في ديسكريبشن شوفكم بالفيديو الجاية سلام